موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس البتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 3 يونت الأول الدرس الثالث جنسيتي موجود بصفحة 10 من كتاب الطالب صفحة 8 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس البتدائي صفحة 10 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة جنسيتي اللي هو عنوان الدرس بعدها مكتوب listen match and write the numbers listen استمع match وصل استمع للمقطع الصوتي ووصل للكنتريز كنتريز معناها بلدان بالناشنالتيز جنسيات كل بلد إلى جنسية خاصة بي and write the numbers واكتب رقم البلد أمام الجنسية المناسبة إذن عدنا مجموعة من البلدان اللي حفظناهن كإملاء بالدرس الأول وكذلك عدنا مجموعة من الجنسيات كل بلد إلى جنسية خاصة بي نوصل البلد بالجنسية المناسبة إلى قبل ما نسمع المقطع الصوتي لازم أعرف أن ذن البلدان والجنسيات لازم أحفظهن إملاءا كل بلد والجنسية المناسبة إلى مثل ما حفظنا إملاء البلدان لازم كذلك نحفظ جنسيات البلدان بالإضافة إلى موضوع قواعدي رح نشرحه بعد دقائق بعد ما نوصل البلدان بالجنسيات إذن نسمع المقطع الصوتي وبعدها نشرح الموضوع القواعدي المطلوب حفظه بالامتحان التحريري خلنا نسمع المقطع الصوتي أول شي ترجمة نانسيات البلدان 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 Thailand Thai 5 France French 6 Egypt Egyptian 7 Turkey Turkish 8 England English إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وصلنا البلدان بالجنسيات خلن نجي ننخص البلدان وجنسياتها هذن البلدان وذن الجنسيات لازم أحفظ كل بلد والجنسية المناسبة لها فمثلا إراك الاستاذ يسل داخل الصف ما استمعنا المطاقة jednak ما هي أجنسية العراق؟ لأن البلدان الأستاذ يسأل عنهم والتلميذي يجاوب عن جنسية البلد بهذه الكلمات مثل ما وضحنا أنه يجب أن نحفظ كل بلد وجنسيته كإملاع لأنه يمكن أن نتجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة مثل ما وضحنا بالدروس السابقة عند ملاحظة أضافية نستخدم what للسؤال عن الجنسية بالدرس السابق عرفنا أن نستخدم where للسؤال عن بلد شخص معين فمثلا أقول where is Dima from؟ من أين Dima؟ والجواب يكون she is from Iraq هي من العراق إذن نستخدم where للسؤال عن بلد شخص معين أما للسؤال عن جنسية شخص معين نستخدم العداد what فمثلا أقول what nationality is Dima؟ ما هي جنسية Dima؟ الطالب يجاوب يقول she is Iraqi هي عراقية ما نقول she is from Iraq لأنني سألت عن الجنسية إذن نستخدم what للسؤال عن الجنسية و where للسؤال عن البلد مثل ما وضحنا بالدرس السابق ملاحظة ثانية الجنسيات يكتب الحرف الأول منها كبيرا أينما وجدت في الجملة مثل البلدان إذا صادفتني جنسية جنسية شخص معين بداخل الجملة لازم هذه الجنسية يكتب الحرف الأول منها كبير فمثل ما تلاحظون أن الإراكي I الحرف الأول هو حرف كبير Japanese J الحرف الأول هو حرف كبير وكذلك مع البقية إذن يكتب الحرف الأول من الجنسيات كبيرا أينما وجدت في الجملة هذه الملاحظة تفيدني بسؤال التنقيض الآن أعرفنا الصفحة الأولى كيف نحفظها من أدها البلدان وجنسياتها كاملة وملاحظة أن نستخدم للسؤال عن جنسية شخص معين ووير للسؤال عن بلد شخص معين والجنسيات يكتب الحرف الأول منها كبير ننتقل إلى موضوع قواعدي جدا مهم نلاحظة هنا بأعلى الصفحة محادثة طالب يسأل مجموعة الطلاب يسأل الطالب الأول ما هي جنسيتك الجاوبة تقول لها أنا تايلندية إذن بما أن سألتها عن الجنسية ما تجاوب تقول لها أنا من تايلند خطأ لازم تجاوبها عن الجنسية بتقولها أنا تايلندية وكذلك تسأل علي ومراد ما هي جنسيتكم يقول لها نحن أتراك وتسأل الثالث ما هي جنسيتك يجاوبها يقول لها أنا إيطالي إذن لاحظنا أن استخدمت كأداة للسؤال عن الجنسية وجاوبوها باستخدام كلمات الجنسيات وليس كلمات البلدان ما قالوا تركي قالوا تركيش ما قالت تايلند قالت تاي وما قال إيتالي قال إيتالي ما هي جنسية ديما إذن هذا ما يخص السؤال عن جنسية شخص معين نأخذ أمثلة أضافية ما هي جنسية ديما بما أن ديما بنية أعوض عنها بشي والشي تاخذ اس أقول هي عراقية ما قالت هي من العراق ليش؟ لأن أنا سألت عن الجنسية ما هي جنسية ديما إذن إذا سألني عن الجنسية أجاوب بالجنسية وإذا سألني عن البلد أجاوب باستخدام كلمات البلدان مثال آخر What nationality is Peter ما هي جنسية بيتا بما أن بيتا شخص أقول ه واله تاخذ اس He is English إنه إنجليزي يعني جنسيته إنجليزية مثال آخر What nationality are Hiroshi and Minoro ما هي جنسية هيروشي ومينورو بما أن هيروشي ومينورو جمع شخصين فما أكثر نقول عنهم جمع أعوض عنهم بالضمير they والthey تاخد are they are Japanese هم يابانيون هذا ما يخص هاي صفحة أرف ربنا شون نسأل عن جنسية الشخص معين وشون نجاوب عنها بس فالصفحة مكتوب look and complete انظر وأكمل هنا منطيني سؤال ومنطيني الجواب ناقص وبعدها حتى السؤال منطيني ناقص فرح أكمل مثل ما هو منطيني بالمثال الأول فمثلا هذا الشخص هيروشي حامل عالم اليابان سأل قال what nationality is he ما هي جنسيته جنسية هذا الشخص فخال لي he باعتباره شخص مذكر he يقول لك أكمل أكمل الفرقة بما أن الضمير he اللي he تاخد is أقول he is زائد جنسيته شن جنسيته ما أقول جابان ولا أقول he is from Japan هو من اليابان لأنه سألن عن جنسيته أقول he is Japanese هو ياباني number two ثانيا كندا اللي أحامل عالم تايلند هم أنا سألني بالسؤال what إحنا عرفنا أنه what تسأل عن الجنسية فما يصر أسأل عن البلد فأقول what nationality is she بما أن هي ابنية عوض عنها بالضمير she أقول what nationality is she ما هي جنسيتها she وطلب من أدي أن نكمل الشي تاخذ is she is والجنسية مال كندا تايلندية شاقول she is Thai هي تايلندية number three ثالثا كذلك what يريد السؤال عن جنسية فأقول what nationality بس أنا ما أقول is he أو is she لأن عندي مجموعة أشخاص شخصين فما فوق اعتبرون جمع أعوض عنهم بالضمير they والthey تاخذ are فأقول what nationality are they ما هي جنسيتهم الجواب they والthey تاخذ are they are شنو جنسيتهم french فرنسيين هم فرنسيين number four رابعا what nationality are you ما هي جنسيتك أنت احنا عرفنا أن داسة النيلية أقول I والآي تاخذ am فأقول I am Iraqi أنا عراقي هذا ما يخص هذا التمرين سؤال مهم بالامتحان الشهري من الممكن يجيب لي مثل ما هو أحد ذن النقاط ويقول لي كملها أما على شكل اختيارات أو يقول لي كملها أنت مثل ما تعلمنا بجدول الضمار والأفعال المساعدة إلها واستخدام الجنسية المناسبة ننتقل إلى الصفحة الثانية مكتوب ask and answer اسأل واجب فهنا نحن محادثة بين طلاب الثنين الطالب الأول يسأل الطالب الثاني are Amy and Joy فرنش هذا السؤال باستخدام فن المساعد هل Amy وجوي فرنسيين فالطالب الآخر يجاوب yes بما أنهم حاملين عالم فرنسا أقول yes والضمير they لأنهم شخصين yes they والthey تأخذ are yes they are نعم هم كذلك يسأل لها مرة ثانية يقول له where احنا عرفنا أن الwhere تسأل عن البلد وليس عن الجنسية فأقول where is بما أنه شخص واحد where is Enzo from من أين Enzo سؤال كامل صار عندي أردى جاوب بما أنه Enzo ذكر شخص مذكر أقول he والhe تأخذ is he is from إنه من هذا يا بلد إيطاليا فأقول he is from إيطالي إنه من إيطاليا ما أخلي إيطاليا لأن إيطاليا جنسية وهو سألني عن البلد باستخدام العداءات where السؤال الثالث is Peter Turkish هل Peter تركي بما أنه حامل عالم إنجلترا أقول no no he وطلب مني أن نكمل الجملة no he is not عرفنا إنه كان الجواب no أخلي note بعد الفعل المساعد هذا ما يخص هاي المحادثة مراجعة لموضوع استخدام where والسؤال باستخدام الفعل المساعد والإجابة yes و no إلى آخره زين شون تجينا بالامتحان هاي الصيغة من الممكن نتجينا بأحد الصيغة التالية مثلا فراغ nationality is he جاب لهذا المثال خيرني what لو where هاي الجملة شاستخدموها يا عدات what to where نعرف انه what تستخدم مع الجنسيات where تستخدم مع البلدان بما انه nationality جنسية فأستخدم العدات what what nationality is he ما هي جنسيته المثال الآخر what nationality is canda ما هي جنسية canda فراغ is tie he lo she كذلك خيرني بين الضمائر نعرف canda بنت أعوض عن البنت بالضمير he lo she أكيد بالضمير she هي تايلندية مثال آخر is enzo Egyptian هل enzo مصري نعرف انه enzo من إيطاليا فهذا الجواب خطأ أكيد أقول no والضمير العاد على الفاعل enzo شخص مذكر أقول no he is not ليش لأن رجابة اب no فأخلي not بعد الضمير no he isn't كلا هو ليس كذلك هذا ما يخص الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان على موضوع الجنسيات ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين write the country names اكتب أسماء البلدان with the correct spelling بالإملاء الصحية مثل ما وضحنا أنه من الممكن نتجين البلدان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أخذنا تمرين عن الحروف الناقصة وهذا تمرين عن الحروف المباثرة إذا تلاحظون أنه هذا البلد حروف مباثرة طلب من عندي نكتبها بالإملاء الصحية فنحن نعرف أن هذا البلد Iraq تكتب بهذه الطريقة Iraq Iraq نمبر 2 ثانيا هذا البلد جابان وحروف مباثرة فطلب من عندي أن يكتبها بالصيغة الصحيحة بالإملاء الصحية فتكتب بهذه الطريقة جابان نمبر 3 ثالثا هذا عالم تركيا وهذه الحروف المباثرة طلب من عندي أن يكتبهم بالإملاء الصحية فتكتب بهذه الطريقة Turkey نلاحظ أن كل البلدان الحرف الأول منها كتب كبير مثل ما وضحنا بالملاحظة بسؤال التنقيض نمبر 4 رابعا هذا يعلم هذا عالم إيجبت مصر هذه الحروف المباثرة أكتبها بالإملاء الصحية تكتب بهذه الطريقة إيجبت معناها مصر نمبر 5 خامسا هذا يا بلد هذا تايلند طلب من عندي أن يكتبها بالإملاء الصحية تكتب بهذه الطريقة تايلند هذا ما يخص تمرين أي تمرين إملاء جدا مهم بالامتحان التحريري سواء كان امتحان الشهري أو امتحان نصف السنة ننتبه لأملاء البلدان لأن إملاءهم جدا مهم ووظفنا لهم اليوم إملاء جنسيات كذلك نحفظها نحاول نكتبهن بأعلى الدفتر ونعيد كتابتهم لحد ما نحفظ ملاعهن ننتقل إلى تمرين بي complete the sentences أكمل الجمل التالية use the words and boxes استخدم الكلمات اللي بداخل الصندوق هذان الكلمات نوزعهن على الفراغات remember to use capital letters تذكر استخدام الحروف الكبيرة نعرف شكرا نستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء البلدان ومع أسماء الجنسيات وفي بداية الجملة فمثلا نمبر وان أولا فراغ she from Iraq علامة استفهام إذن هذا السؤال الشيش تأخذ أكيد تأخذ is فأخلي is مع الانتباه إن الحرف الآي كبير فصير is she from Iraq هل هي من العراق فهنا نجاوب ونريد نعرف إن هذا yes لونه نشوف بالصندوق مكتوب yes فأخلي yes yes she from Iraq كذلك شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة is الشي تأخذ is yes she is نعم هي كذلك she is إنها فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة إراكي هي عراقية نعم هي كذلك هي عراقية ونلاحظ إن حرف آي كتب بالحرف الكبير لأن مثل ما وضحنا إن جنسيات يكتب الحرف الأول منها كبيرا نمبر تو ثانيا فراغ ذيب فراغ هم من إنجلترا شن الكلمة المناسبة للفراغ بما أنه هاي سؤال فأخلي are لأن they تأخذ are ما أكتبها بالحرف الصغير أكتبها بالحرف الكبير فأصير are they from انجلند هل هم من إنجلترا خنشوف الجواب yes no هو حاط لي no فأخلي no no they are فراغ بما أن no أخلي note بعد they are هذه note أجيبها أخلي هنا no they are note كلا هم ليسوا كذلك ليسوا من إنجلترا they are فراغ هم فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ هو أخلي turkish أخلي turkish هم أتراك نلاحظ إن التي كبير لأن الجنسيات يكتب الحرف الأول منها كبيرا number three ثالث فراغ he from france سؤال هل هو من فرنسا بما أن الضمير he أخلي is ونتبه هنا حرف i أخلي كبير لأن بداية الجملة is he from france هل هو من فرنسا خنشوف الجواب yes no هو حاط لي yes فأقول yes he زائد الفين مناسب أكيد he تاخذ is أخلي مرة ثانية is yes he is he is فراغ هات لفرنش هو فرنسي الف تكتب كبيرا لأن الجنسيات يكتب الحرف الأول منها كبيرا هذا ما يخص تمريم بي مجرد تمريل لمراجعة السؤال باستخدام الفعل المساعد منتقل إلى تمريم c what nationality are they ما هي جنسية هؤلاء الأشخاص write sentences اكتب جمل they they عن هؤلاء الأشخاص ما هي جنسيتهم منطين المثال النقطة الأولى شخصية هيروشي ومينورو حاملين عالم اليابان فأقول بما أنهم شخصين أعوض عنهم بالضمير they they والthey تاخذ are they are اختصرناها بthey are تختصر بهذه الطريقة هم Japanese هم يابانيون كذلك مع البقية فمثلا number two هذا الشخص واحد مذكر شا عوض عنه بيا ضمير أعوض عنه بالضمير he والhe تاخذ is فأقول he is شن جنسيته إراكي he is number three ثالثا شخصية canda canda بنت أعوض عنها بالضمير she الشي تاخذ is أقول she is زائد جنسيته شن جنسيته تايلندية فأقول she is تاي هي تايلندية number four رابعا شخصيتين أعوض عنهم بالضمير they والthey تاخذ are they are هذول أمي أنجوي جنسيتهم فرنسية فأقول they are french هم فرنسيون number five خامسا شخصية بيتر حامل عالم انجلترا بما أن الشخص مذكر أعوض عنه بالضمير he واله ياخذ is زائد الجنسية أقول he is انجليش هو انجليزي جنسيته انجليزية هذا ما يخص تمرين c أما تمرين d تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري سواء كان امتحان نص السنة أو امتحان الشهري امتحان الشهري الاول tick the correct ending اختر النهاية المناسبة من طين مجموعة بلدان والنهاية المناسبة على المودة سويها جنسية شون يعني يعني مثلا number one اولا japan شنو اضيف لمن ذن الاضافات على المودة يصير جنسية احنا نعرف ان جنسية japan هي japanese فاخلي الى i لا غير مناسبة i a n كذلك غير مناسبة is غير مناسبة es نعم هذا اكثر خيار مناسب تصير japan japanese معناها ياباني number two ثانيا iraq شنو نهاية المناسبة اللي أخليها لكلمة iraq على المودة الصير الجنسية احنا نعرف ان جنسية اراك iraqi فآضيف لفقط i الصير جنسية number three ثالث egypt شنو النهاية المناسبة اللي أخليها على المودة الصير جنسية احنا نعرف ان جنسية egypt egyptian فاخلي ian number four رابعا italy شنو النهاية المناسبة جنسية إيتالي إتاليا كذلك تجعلين ننبر خمسا إنجلند نحن نعرف أن إنجلند جنسيتها انكلش إيسه هذا مقالة تمارين دي يجب للبلدان ومن خلال النهايات أكون جنسيات منطيني ملاحظة هو بعض الجنسيات غير قياسي يعني ما يقبل ذن الإضافات عند تحويل البلد إلى جنسية وإنما يتحول جذريا مثال منطيك تايلاند لا أخلي إلى I ولا IAN ولا ISH ولا ISE ليش لن إرغولر شال لما نرد أحول إلى جنسية يصير تاي هذا لا إنشاذ بهذه الطريقة وكذلك كلمة فرانس فرنج فرنسا فرنسي هذا ما يخص البلدان وجنسياتها موضوع جدا مهم بالامتحان التحريري امتحان نصف سنة امتحان الشهري وشفنا شقد بملاحظات مهمة وكلمات لازم نحفظهن ومراجعة للدروس السابقة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة